السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وعلى الانسان اللا يظهر كل ما عنده إنسان عليه أن يشهد في إخفاء النعم نرى الكثير من المشهورين والمغمورين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كيبقوا يصور نفسهم كيصور الفيلة ديالو فيها لبسين فيها الحضائق الغناء الخدب الحشم كيصور النعيم ليعيش فيه قد يكون فنان قد يكون طبيب قد يكون رجل أعمال قد يكون وبعد مدة نسمع بأنه قد أصابه مكروه والسبب هو العين والعياد بالله فالإنسان إذا أعطاه الله النعم لا يفتخر بها ويصورها ويقولها بين الناس وإنما عليه أن يستعمل فطعة الله ويخفي ما لا بد أن يخفيه لأن النعم سواء الدينية أو الدنيوية لا تذكرها إلا لمن كان في قلبه إيمان أما من كان في قلب حسد فقد يحسدك على دنياك وعلى دينك وعلى الإنسان بنية أن يشغل بما ينفعه لأن أحيانا الفراغ يولد كطرة التفكير والقلق لأن الذي يكتقى عنده المراد الوسوس وعنده المراد الأفكار المترطمة تفهم بأن عنده دائرة الفراغ متسعة علينا أن نغلق دوائر الفراغ كلما كان وقتك مشغول وكان عندك ازدحام في الأنشطة لا تصاب بهذه الوسوس وتصاب بهذه الأفكار التي تحبطك املأ فراغك ونوع الاهتمام الإنسان حتى ما يكون عنده اهتمام واحد يكون عنده اهتمامات متعددات عنده اهتمام ذي العلم والتقافة عنده اهتمام ذي الرياضة وربما اهتمام ذي الفن اهتمام ذي التجارة اهتمام العلاقات العامة نوع اهتماماتك باش يبقى دائما ما عندكش فراغ نهائيا ثم المسألة الاساسية وهي ان الانسان عليه ان لا يلتفت الى كلام الناس لان اللي كدخلت العالم ديال الشهرة والعالم ديال المعرفة على مواقع التواصل الانترنت كيكترولي القيل والقال بعضهم يمدحوه والبعض الاخر ينتقضوه واذا كنت ضعيفا نفسي قد تتأثر لهذا لا تلتفت الى كلام الناس كلام الناس ما عنده اساس ان تتق بنفسك همك وعلاقتك مع الخالق ربنا هو الذي يعلم حقيقة املك ولا يهمك كلام الناس ولن تستطيع ان ترضي كل الناس ثم نقول هذه الفتاة انها تقول بانك انت تغضب هذا الغضب ايضا لما الانسان كيوقع عليه شدائد يغضب لفرط الحساسية فالانسان ما تكونش عنده حساسية لا بد ان تخلص منها يكون صدره كبير كيف كيه قلو بالدريجة فوقه تواسعة الشاب تواسعة ما تخليش عندك الغضب لان الغضوب هذاك معروف بان دائرة ديالنفسية ديالو ضيقة ديالك يغضب اما اللي هي واسعة فكيبقى دائما بحل المخلع عالي المقام واللي هو يغضوب كتلقى بحل بركة ديال المياه الاسينة دائما كتح في اسفل خليك عالي المقام ثم الانسان لا يظن السوء بالناس لان البعض قد يتوغم بان الناس يتحدثون عنه هذا اصحب الوسوس واصحب الافكار اللي هي مظلمة عنده غير اوهام ومن من الاوهام انه يظن بان الناس يتكلمون عنه بالسوء ويتكلمون عنه بالنقد ويحد مدى ما تكلم فيك غنتا لك الظن وهذا كي يولد في الانسان الاحباط واليأس والغضب وغير ذلك فالانسان لا يلتفت الى كلام الناس ولا يهتم بكل هذا وانما يهتم بنفسه وعلاقاته مع خالقه كنبغي نقول واحد فكرة اخرى لهذه الفتاة اللي احيانا الشباب والشابات ما اللي كيوقع عليهم فطور او احباط كيقلب على شماعة يعلق عليها احباطه شكلك يبالي الحلقة الضعيفة امه كيمشي عند الام تقول انت اللي ولدتيني وانتي لربتي تربية معوجهة وانتي للسباب وانتي انا يما ما عطيتش حريتي وانا صغير وانا كنت كتقى معيني وانا حقوقي دائما كتلقى كتلقى الام دائما هي الشماعة مش حال دبا ديال الشباب والشابات كنعرفهم عداد كيهدبوا مواتهم عذابا أليما امهاتهن كتقول يا ربي ما شدرت في حياتي تولدت هاد البلد او هاد الولد كيهدبني بالليل وبالنهار وغالبا ما كيقدرس على الاب لان الاب كيكون قوي الاب كيكون الشديد ربما خطك يقع في بعض الوالدين ديك شدة زائدة تولد عوامل اللي هي مخالفة فكان بغنقل هؤلاء الشباب الوالدين راهم دائما كدر واحد الاسلوب اللي حسب اجتهادهم والامتل في التربية فإن أصابوا لهم أجران وإذا أخطأوا لهم أجر واحد ومن حقوق الوالدين هو البر بهما وحسن التعامل معهما ولو أغضبوك وخي غضبك الوالد وخي يكون سببا في إحباطك يعني الوالدين عندهم وحد مقام عظيم مقام رفيع ربنا سبحانه وتعالى قال فيهما وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفد لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الوالدين عندهم مقام عظيم لهذا احذري يا بنيتي من عقوقهم احذري من أنك تبقى تنتقضي الأم ديالك لأنها ضعيفة وهي السبب في هاتش اللي وقع لك احذري أنك تنتقضي الأب ديالك تقولي هو عنيف هو سجان حرمنا من الحقوق ديالنا العقوق ديالك العقوق ديالك الوالدين مفتاح الشرور الكثيرة والعكس البر ديالهم مفتاح الخيرات الكثيرة غير بر بوالديك وغيرت شوف كيف أن الله تعالى غيرتك من الخير ما تستحق وما لا تستحق يعطي الله تعالى الخيرات والفتوحات فهذه ربما رد بسيط لهذا الشكاية للفتاة وربما أنتم أيها الأحبة الكرام لكم آراء حول هذا الموضوع وربما عندكم أبناء وبنات شباب وشابات يعانون مثل هذه المعاناة أو قريبا منها لكم الكلمة لكم أن تطرحوا علينا مثل هذه المشاكل ومن كان عنده علم أو فتح رباني فلا يوسع علينا بعلمه ولا يبخل حتى نستفيد جميعا من ذلك الموضوع الثاني وهو أن هذه الفتاة ربما أنها تقول بأن حسنة الصوت وجميلة الصورة وتقرأ في المحافل هذا مشكل أخر وهو أن الناس اللي عندهم صورة حسنة وصوت جميل وحضور قوي يحضرون في المحافل وفي الملتقيات ويصعدون إلى المنصة والأنوار والإضاءات حولهم والكاميرات والإعجاب هذا قد يصب بالعين هذا معروف معظم الفنانين ومعظم حتى أهل القرآن حتى المقرئين كم من مقرئ فقد صوته كم من مقرئ أصابته شدائد ومحا كبير في الحياة كم من واحد وقتلهم وعد ردات والسبب هو العين لأن الإنسان الذي يصعد إلى المنصة وينظر إليه الناس قد يكون ناسا ربما في قلبهم خير يقول تبارك الله ما شاء الله وقد يكون هناك منهم من في قلبهم مرد وينظر إليه بنظرة السوء فيصاب بالعين ولهذا يقال ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير وهذا أمر طبيعي نجد بعد الفتيات المتخصصات في الإنشاد الإنشاد الديني مثلا أو في تلوة قرآن وما أكثرهن نجدهن في على مواقع التواصل الاجتماعي فعلا في العشرين من عمرهن تجد بأن عندهن صورة جميلة جدا وصوت جميل جدا وحضور ملفت يعني أخاف عليهن لأنهن قد يصبن بالعين وربما هذه الفتاة هدى ما أصبها وربما أوصبت بالعين فماذا عليك أن تفعلي أنك اقرأي على نفسك آيات الرقية الشرعية اقرأي على نفسك آيات الرقية الشرعية لأن كل دي نعمة محسود السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة